في النص كده اتكلمت على براميدز وانه في المواجهة بين اهلي وبراميدز الصفات الاهلي وتاريخ النادي الاهلي والتفاصيل البطل عند النادي الاهلي ادتوا التفوق على براميدز بس البراميدز عنده من العناصر المهمة جدا في الفريق وعنده مدير فني السنة دي محترم كان عامل مسيرة جيدة جدا في الدوري ليه براميدز ما كانش عنده النفس الطويل انه يقدر ينافس الاهلي لأخر لحظه لا شك انه ايادك في الكلام ده ولا احد يختلف عليه وعلى فكرة عنده مجموعة من اللاعبين المميزين اللي اختلاف عنهم ولكن قلة الخبرة سينياني الانشغال بامور خارج الملعب الانشغال بامور خارج الملعب ومحاولة يعني الاستضام بالاهلي ويعني عاوز اقول لك بأمان انا حزين جدا انك انت اتصل بالمرحلة مع كامل احترام اللي اي نادي ومساسة حتى لو كانت يعني عندها لا يجوز انك انت يعني الاهلي ومسئولي لا تجد منهم تصريح ولا مجلس قدرته يخرج ليقلل من اي منافس ولا من اي لاعب نادر جدا ما تلاقاش الكلام ده كنت اتمنى ان تكون هزي الامور فرصة للمنافسة لكن انت شفت المشهد نحن بنعيش ومشهد مأساة اللي هو مأساة محمد الشيبي مع حسين الشحاد وان كان الكل وجميع كله رفضا تاما رفضا تاما للتصرف وما كان الاهلي ليجرؤ حتى الاعتراض لو كان اتحاد الكرة اول لوائح عقبت الشحاد بعقاب بعدد اكبر من ريال بدليل ان الاهلي لم ينتظر حرصا على الحفاظ على وحدة الفريق وحرصا على مبادئ واللي هي بتضيق الناس كتير جدا خد قرار بعقاب باللاعب بخصم خمسمائة الف جنيه من مستحقاته كان يتوقع على المنظومة ان يكون لديها اليد الاقوى والاشرص لمواجهة مثل هذا الانفلات يعني ايه لحماده لكن انشغال بالتفاصيل وتجسد ذلك في المباراة التانية ورفع سعار التذاكر ده كانت حافز على فكرة ده كانت حافز ودافع كبير جدا ان تحول الامر الى وحدة مختلف يعني ربما كان البعض او الكاسرين قلقين من المباراة التانية وكان اقصى طموح البعض انه لا ياخد تحادل بدون مبالغة لكن جات اللقطة الحاسمة اللي هي حولت الافكار خلتك انت مزيد من التركيز مزيد من الدوافع مزيد من جمهورك اللي رفض يستسلم قيمتك الكبيرة جدا رقم واحد في قوتك والداعم والسند ليه كان حاضر في مشهد المباراة وانت شفت الاجواء واللي تمت والقرار المهم جدا في الوقت المناسب من الكابتر محوظو خطيب ومجلس ادارته بشراء التزاكر لا شك كان موفق بصورة كبيرة جدا في دفع المشهد كل ده قدى لإيه؟ انه الاهل يركز في الملعب والاخرين شغلوا باطراف بدلين انت شوف تصرفات المدير الفني مع لقطات مثلا الشيبي استعراض في الكرة والتصرفات اللي حصل وبعد كده مثلا وقعت الطارد والتصرف اللي حصل في الملعب وامور غريبة جدا لكن الخبرات والتركيز في الملعب دي من مميزات الفرق الكبيرة انك انت تصريع انك انت لكن اقرب موسم بامانة شديدة كان في برامس القريب جدا من تحقيق حلمه ووضع نفسه على الخريطة يعني دي زي بدايات ايه؟ مع الفارق طبعا الشاسر زي بداية نادي المولين العرب لو تفتكر يعني المولين العرب لما خد الدوري خده من مين تزعب من نادي الاهلي بايه بقى؟ بالفوز على الاهلي اتنين واحد والتعادل مع فقيرة واحد واحد يعني برضو ايه في الملعبين ووسط ايه؟ ووسط ثمانين وتسعين الف متفارق لا احد شاف هذا والانتزام وروح رياضية وخلاص انت ايه؟ مجرد ما بتفوس على المنافس بتاعك سواء الاهل او الزمانك في الوقت خلاص بتحسب لكن برامس كان قريب وانا اتمنى بامانة شديدة يعني احنا بتكلم على الاستثمار وبيه جماعة الاخلاق رقم واحد الانتزام رقم واحد يعني خلاص حصل خطب وتم الاقاب وتم الاعتذار والمشهد اللي احنا شايفينه خلاص الموضوع انتهى كان مفروض يخدم الجامعة لأك انت شايف المشهد اللي انت شفته بعد براه والاعتداء بيجعل الجمهور بصورة غير لا يجوز لا يجوز ان يتم التعامل بهذه الصورة ولا يجوز انه بدليل ان الكهرباء عقب بفيديو لم احد يراه يعني محد شافه يعني شفناه في الملعب لأ ده تجاب وتحط عليه وتقال لك المشهد المشهد التاني هو فيديو مسبت ومفروض فيه عقاب واضح تصرفات من بعد اللعب في عقاب واضح فانعاوز اقولك ايه اتمنى من ادارة المسلم في بغز ان يقعوا جيدا انت مش منافس الرقم واحد للاهلي المنافس الرقم واحد للاهلي وانات الزمالك ماشي اش كان النهار ده كان بكرة لازمالك ابتارك الجمهور لازمالك ابتارك تاريخ فانعاوز اقول ان ايه خليك انضم للمشهد احنا نفسه يبقى عندنا ايه اربع خمس فلا يبقى عندهم الى نفسه الى اين وده صالح يصبح في مين في جودة المسابقة صحية وارتفاع اسهمها والحديث دي حاجة ثانيا جودة المنتخب اختيار العناصر الافضل ثالثا تسويقيا هيبقى الوضع مختلف اتمنى المسلم الجنيد يكون فيه فتح الملاعب الفتح الملاعب بصريح لجمهور يا جماعة الجمهور هو الحياة لكن من الشيء اللي يحزنك رغم القرارات بتحسين الوضع من الفين لتلاتة الخمسة العشرة خمستاشر عين على عين اتمنى يبقى خمسين اتمنى في مبارات الجمهور يبقى خمسين ادي مميزات للجمهور يعني لازم برضو الجمهور وهو صاحب وهو العامل الصنعة وهو اللي داعمها لازم برضو ايه احس بيه لازم اشاركه صح حتى ايه اجب في المتشاط ما عاليش عليه عادل في المتشاط ادي له مميزات واعمل له هدايا يعني شوف يعني اللي بيحصل حوالينا اعتقد بداية خليه رايح الملعب مبسوط رايح خروجة صح واستقبله لا واستقبله طالما معاه استقبله استقبال المناسب ورحب به صح من اللي بدفع من سبب النجاح طب لو ما راحش خلاص امتهى الموضوع المنتج كله يبقى في مشكلة